كريستين ريناوي تنظم إلينا الآن من القدس لتحدثنا أكثر عن هذا المقترح الإسرائيلي الجديد كريستين بشروط جديدة أيضاً ما تفاصيله وأصداءه في الداخل الإسرائيلي لسيما في صفوف عائلات المحتجزين في غز عائلات الأسرة والمحتجزين الإسرائيليين جمال تعتبره خطوة جيدة بل هي لزلت في إطار التداول الإعلامي لذلك كان هناك مطالبة من العائلات لبن يمين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يعرض نتنياهو هذا المقترح من على منبر الأمم المتحدة خاصة وأن نتنياهو سيغادر للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلقاء خطاب هناك العائلات تطالب بإشهار وإعلان هذا المقترح الجديد وتعتبر أنه الحل الوحيد من أجل أيضا التواصل إلى هدوء إقليمي خاصة وأن تل أبيب تعمل على تصعيد الأوضاع بعد العدوان على لبنان بحجة مهاجمة عناصر حزب الله عبر الموجتين من التفجيرات للأجهزة التي رأيناها خلال اليومين الماضيين بالتالي هناك تصاعد في الخشية والمخاوف لدى العائلات مع هذه الخطوات الإسرائيلية هم يريدون وقف الحرب على غزة إنهاء الحرب من أجل الوصول إلى صفقة تتيح عودة أبنائهم يوجد في قطاع غزة 101 من الأسرة والمحتجزين الإسرائيليين لا زالوا موجودين والذي سوف يفضي إلى الإفراج عنهم هو صفقة وليس الضغط العسكري وليس تصعيد الأوضاع على جبهة لبنان بل والتهديد بفتح جبهة ثانية بالتالي العائلات تواصل الضغط تتظاهر في الشارع تطالب نتنياهو بعرض هذا المقترح في محاولة لاقتناص هذه الفرصة لكن من ناحية أخرى نتحدث عن عدم التعليق من قبل مكتب نتنياهو على ما ورد في تقرير هيئة البث الذي جرى جمال هذا الصباح الإذاعة الرسمية هيئة البث الإسرائيلية ذكرت أن تل أبيب قدمت مقترحا جديدا في اجتماعات جرت الأسبوع الماضي في البيت الأبيض ومع مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية هذا المقترح سمي بخطة المرور الآمن أو الخروج الآمن تزعم هذه الخطة بأنها تتيح ممرا آمنا لخروج يحيى السنوار قائد حركة حماس ورئيس المكتب السياسي للحركة ومن يريد الخروج من قطاع غزة تتيح لهم الخروج الإفراج عن أسرى فلسطينيين دون تحديد عدد الأسرى المفرج عنهم إنهاء الحرب إيجاد منظومة بديلة حاكمة لحماس في قطاع غزة وأيضا الإفراج عن الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين ضمن دفعة واحدة عمليا في تقرير هيئة البث كان الحديث عن خطة با خطة بديلة أي هي لا تنسف المقترحات السابقة ولكنها على ما يبدو اجتهاد من جهات إسرائيلية في محاولة للتقدم خاصة وأن المسار هو متعثر وصل إلى طريق مزدودة حماس من جانبها أعلنت مرارا بأنها ليست بحاجة إلى مقترحات جديدة هي أصلا وافقت على مسودة الثاني من تموز يوليو لو وجدت تعليقات رسمية من قبل حماس لكن الإعلام الإسرائيلي يتفاعل مع كل تصريح حتى لو كان في وسائل الإعلام العربية أو على المنصات بأن الحركة ليست بحاجة لصيغ جديدة هي وافقت على صيغة الثاني من يوليو وأن قضية الخروج من قطاع غزة لا مكان ولا وجود لها في أجندة حركة حماس ولدى المقاومة ولدى الشعب الفلسطيني بل وقياديو في المقاومة وصفوا هذه الخطوة بأنها مثيرة للسخرية هذه المقترحات مثيرة للسخرية وبالتالي لاوجد الكثير من التفاعل مع هذا الموضوع لازال هو في طور التداول الإعلامي عبر هيئة البث الرسمية نتحدث عن اجتماع عقد ما بين قال هيرش منصق ملف الأسرة والمفقودين في حكومة تنياهو هو الذي اجتمع مع عائلات الأسرة والمحترزين أفصح لهم عن بنود هذا المقترح وأنه عرضه على المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية لذلك الآن العائلات أفصحت لوسائل الإعلام عن هذه التفاصيل وتطالب بإشهار وإعلان وعرض هذا المقترح على منصات الأمم المتحدة لدى زيارة نتنياهو الأسبوع المقبل جمال كريستين ريناوي من القدس شكرا لك كريستين ترجمة نانسي قنقر